السيدات والسادة الكريمات والكرام الرجل المسؤول عن حماية الرقع الزراعية المصرية منورنا جوه الستوديو هو بنفسه مش مهندس سعد عامل رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية منورنا بنا محمد كبير إزاي الصحة كله تمام؟ الحمد لله فهمك المسؤولية الملقاة على عطق المهندس سعد ضخمة بفر لله مهندس سعد وبتكلفات وتوجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة السياسية على الحفاظ على كل شبر من الرقع الزراعية والحرص الدائم على الأمن القومي المصري والحرص على الأمن القومي الغذائي حلو من المنطلق ده توجيهات معاني الوزير من اللحظة الأولى إدى توجيهات صريحة الحفاظ على كل شبر من الرقع الزراعية حين الحفاظ على الرقع الزراعية فاندم لها عدة أفرع ليس منع التعدي فقط ولكن منع التعدي نمرة أثنين وضع الضوابط للحفاظ على الرقع الزراعية في مشروعات النافع العام وضع الضوابط لمشروعات المستثنى للمشاريع الخاصة الجزء الأخير اللي هو الخاص باسترداد المساحات جزء من المساحات التي تمت عد عليها في صورة المساحات المبورة والمساحات المتعدة عليها في صورة تشوينات بالإضافة أكمل بعليك الجزء الأخير اللي هو طبعا في ظل الجمهورية الجديدة وحرص الدائم من القيادة السياسية على منع العشوائيات ووضع الضوابط للمساحات التي تم التعدي عليها واستحالة وصعوبة استردادها كالمباني اللي هي المتخمة للكتلة السكنية طبعا التعدي الركعة الزراعية له مرضود اقتصادي وثقافة